لمزيدنا المتابعة حول قمة الأمريكيتين ينضم إلينا من واشنطن مرسل الغد سهيل الشاعر سهيل ماذا عن أبرز المحاور التي ستطرح في هذه القمة وماذا عن الدول المشاركة فيها؟ نعم نبدأ بالدول المشاركة جميع الدول في القرتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأيضا دول جزر الكاريبي باستثناء كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا تم عدعوتهم لحضور هذه القمة وعدم دعوة هذه الدول الثلاث كان مصدر خلاف كبير في الولايات المتحدة حيث أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز بارادوز كان قد أعلن أنه لن يحضر هذه القمة ما لم تتم دعوة هذه الدول الثلاث وبالفعل لم يحضر الرئيس المكسيكي وتم إرسال ممثل عنه لحضور هذه القمة هذه القمة تناقش مواضيع مختلفة منها المناخ والأمن الغذائي وعدم المساواة الاقتصادية والفساد والعنف الجنسي وملف الهجرة وملف التعامل مع الأوبئة وأيضا تداعيات كوفيد 19 وتداعيات الأوبئة التي من المحتمل أن تحصل في المستقبل وكيفية التعاون المشترك بين دول القارتين الأمريكيتين وسيكون هناك من أحد بنود هذه القمة هو بناء تحالفات جديدة ووضع مبادرات جديدة للتعامل مع كل هذه التحديات ومن جانبه الرئيس الأمريكي كان قد أكد على ضرورة تعزيز الديمقراطيات والتعامل المباشر بين الدول الديمقراطية في القارتين الأمريكيتين وهو بالتالي يرد بنوع ما على امتناع الرئيس المكسيكي من حضور هذه القمة بسبب عدم دعوة الدول الثلاث كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا لأن هذه الدول تعتبر دول قمعية بحسب التصنيف الأمريكي وبالتالي لا مكان لها في هذه القمة التي تشمل دول ديمقراطية حرة ولذلك كان هذا الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتحدث بشكل معمق عن الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية والحرية لشعوب القارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية إضافة إلى دول جزر الكريم بالستثناء كوبا ولذلك كان هذا الخطاب مهم جدا في تعبير عن وجهة النظر الأمريكية وطرح المثل والقيم الأمريكية أمام الدول الأعضاء المشاركة في هذه القمة تجد الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيفها الولايات المتحدة هذه القمة منذ العام 1994 وهذا يعتبر حدث كبير جدا للولايات المتحدة وهي أول قمة تعقد منذ بدء الجائحة جائحة كوفيد-19 في عام 2020 شرين